موسى الخير منمسي على كل المشاهدين اللي عم بيشاهدونا في الوطن العربي حلقة جديدة تجمعنا من برنامج بيت للكل طبعا في ظل الأيام اللي منعيشها في كتير من الأمور المتغيرة واللي تتغير بشكل كتير سريع ولكن ما يميز الثقافة العربية إنه قدرنا نحافظ عليها من التغيير لأنه الثقافة العربية تجمع ما بين اللغة الأفكار الانفعال وأيضا المشاعر وطبعا كلنا منعرف أنه الثقافة هي موروثة وليست مكتسبة مساء الخير شافكي ويسعد مساكي يسعد مساكي مساء الخير ألكساندرا أنا وطفق جدا معي وساعات حرصة يعني ببقى كده عندي شيء من الحزن عندما تقرأين كيف تأثرت لغات كثيرة ومجتمعات كثيرة ودول كثيرة باللغة العربية وده من العصور الوسطى لو رحنا مثلا لإنجلترا أو بريطانيا فهتلاقي مثلا كلمات كثير زي كوفي اللي هي بقت قهوة زي كوتن اللي هي بقت كوتون زي كامستري اللي هي كيميا وهكذا يعني هتلاقي ده كثير لو رحتي مثلا لأسبانيا هتلاقي تأثير فضيع طبعا وده لأنه العرب قعدوا في أسبانيا أكتر من ثمنمية وثلاثة سنة فهتلاقي تأثير كثير جدا مش كميسة، بانطلونة، أثوكر، السبدو، أستيد يعني فالتأثير العربي واضح جدا على ثقافات كثيرة وإن كانت حتى أوروبية يعني عم نحكي عن تعدد هاي الكلمات وتعدد التأثير بالثقافة العربية اللي هي عم نحكي لا تنتهي بشكل كتير كبير يعني سكر يعني أوقات كتير إحنا حتى لما نكون مسافرين في العديد من الدول الغربية أوقات كتير بيلفت نظرنا كلمة منقول هذه أكيد معناها هيك لأنه هي تشبه صحيح الكلمات العربية مثل كابتن ولونا هي قبطان يعني وهو مرادف للقبطان البحري ولكن الآن نستخدمها بكل يمكن المحافل ككابتن القائد أي ممكن بأي مهام فثقافتنا واسعة وعريقة أكيد ومنكملنا أنه يكون في مجهودات كتير كبيرة لكتير من الأشخاص مش فقط المعنيين بالثقافة العربية ولكن إحنا كمان معنيين كل فرق فينا معني بالحفاظ على هاي الثقافة العربية أكيد كل دولة كل شعب أكيد عنده ثقافات وعنده عداية وتقاليد ولكن يمكن بيجمعنا في دولنا العربية أن إحنا عندنا يعني الكثير المشترك لكن لما بنبص وناخد هذا المشترك ونروح به بقى لدول تانية يعني أوروبية فتلاقي إن كان لنا تأثير كبير جداً حتى كان لنا تأثير في العلوم يعني معظم أو يعني خلينا نقول 90% من العلوم جاءت من أصل عربي يعني سواء زي الرياضيات الكيمياء الطب كلها أساساً من أصل عربي ولكن للأسف يعني تم دلوقتي ترجمة كل هذا ونحن نستعمل اللغات الأخرى ولكن تجدين في المصادر القديمة جداً حتلاقي المصادر العربية هي التي كانت أو هي المنبع أصلاً يعني حتى مثلاً في الرياضة لما يدرس الطلبة الجبر الجبرة يعني هي الجبر مادة الجبر فإحنا كان لنا تأثير كبير جداً في سماوات زي الرياضيات الإحصاء الحسابات الكيمياء اللي هي زي ما بنقول هي الأساس يعني في معدن العلم يعني أكيد وبكل دولة عربية في باحث وعالم وأيضاً مؤثر في موضوع الثقافة العربية اليوم ممكن رح يكون ضيفنا من العراق العراق الشقيقة أكيد رح يكون معانا الأكاديمي الشاعر والكاتب الدكتور علي الشلاه من أرض العراق اللي حمل ثقافته وقدم إلى أرض مصر حتى يقدر إنه يتشارك مع إخوانه يمكن بموضوع الثقافة العربية اللي فيها اختلاف ولكن جماليتها إنها بتجمع كلياتها يمكن ما بين شيء واحد هي الثقافة العربية عارفة كان فيه كده حكمة أو مثل يعني كانت تقال يعني فيه أرواقة السنوات الماضية كانوا يقولون يعني يعني القاهرة تكتب وبيروت تنشر والعراق تقرأ لكن أنا بختلف ألاقي إن العراق تقرأ وتحفظ وتبدع يعني لما تتمشي في شارع المتنبي في العراق بين المكتبات وتنسي الزمن وتتخالي إنه هذا الشارع كان هو منبع للقراءة ولا الكتب الجميلة خلينا قبل ما نبدأ لقاءنا أنا وإنتي في بيت للكل مع مشاهدين ومع الشاعر الكبير علي شلاه نروح لفلسطين وزاملنا خميس ونعود ونبدأ بيت للكل تقافة دولنا العربية غنية وثرية بمكونات مختلفة المشهد في فلسطين مختلف تماما هنا فيما يتعلق بمحاولات الاحتلال التمس الهوية الثقافية الفلسطينية والسيطرة أيضا على المكونات الثقافية الفلسطينية وتزوير الحقائق محاولات منذ احتلال فلسطين عام 48 وحتى يومنا الحاضر لتزوير الحقائق سرقة التراث الفلسطيني وتسويقه للعالم على أنه أحد مكونات بين مزوجين الثقافة والتراث الإسرائيلي لم يكتفي الاحتلال بتزوير الحقائق والسرقة وإنما كان هدف أساسي من أهدافه خلال هذا العدوان والحرب على غزة باستهداف المكتبات العامة باستهداف المراكز الثقافية وكذلك استشهد وفقدنا الكثير من الكتاب الأدباء والأكاديميين ومن لهم بصمات كثيرة على صعيد التراث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية بكل مكوناتها وهنا تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الكتاب والأدباء والمثقفين العرب وهم الآن يشهدون هذه اللحظات التاريخية والفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية بأن يوثقوا كل هذه الجرائم المتعلقة بالثقافة الفلسطينية مشاهدنا مشاهدي بيت للكل يسعدنا في هذه الحلقة أن نرحب بأستاذ عبد السلام العطاري مدير عام الأدابي وزارة الثقافة الفلسطينية رئيس اللجنة المنظمة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عبد السلام إلى حلقة بيت للكل وهذه الحلقة تأتي بتزام مع معرض دولي للكتاب في العصمة المصرية القاهرة وتشهد أيضا الأراضي الفلسطينية عدوانا إسرائيليا وفي المحافظات الجنوبية هذا العدوان استهدف كل المكونات بداية بالإنسان ووصولا إلى الثقافة الفلسطينية بكل مكوناتها ما أبرز القضايا التي سوقفتكم خلال هذا العدوان من إصرار الاحتلال على تدمير المكون الثقافة الفلسطينية هناك في غزة؟ شكرا لك أخي خميس شكرا لهذه الاستضافة حول المشهد الثقافي الفلسطيني ورقاءة الثقافة الفلسطينية التي دعينا أقول هي تشهد في حدته هذه الأيام خاصة من الاستهداف المباشر الدائم حقيقة من الاحتلال للحياة الثقافية الفلسطينية منذ أن وطن الاحتلال أرض فلسطين وهذا أيضا من مكونات هذا الصراع هو صراع الثقافي مع هذا الاحتلال فبالتالي كانت غزة هي المحطة المستدفة بشكل مباشر هذه الأيام كما استدفت البشر والحجر وغيرهم أيضا كان هناك نصيب من الشهداء من الكتاب والأدباء الذين استشهدوا في هذه الحرب نتيجة هذا العدوان الذي ما زال ممتد والذي أيضا يتزامن دائما مع الكثير من المحطات التي يشهدها الكيان الفلسطيني بشكل عام منذ أن يكتب علينا هذا الصراع مع هذا الاحتلال فتم استهداف العديد من المكونات الثقافية في غزتها سواء من الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان الكتاب والأدباء ابتداء من عمر أبو شاويش الذي سقط صبيحة يوم السابع من أكتوبر على شواطئ غزة وهذه السلسلة لا تنتهي من رحيل الكتاب والأدباء وحيث ما زلنا نفقد أحد أهم الأسماء الكبيرة في المشهد الثقافي الفلسطيني الشاعر سليم النفار الذي لا زال تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة منذ أكثر من شعر وأيضا هذه مسألة وحن أيضا يتزامن هذا مع سلسة المعارضة العربية ودعني أقول في هذا السياق أن المعارض القاهرة الدولي الذي يعتبر في الدورة الخامسة والخمسين لهذه الدورة الذي أيضا دعني أقول من خلال جناح فلسطين المشارك في معارض فلسطين الذي يحتفي أيضا كمنصة إعلامية تقدم الخطاب الثقافي الفلسطيني وأيضا التعريف بما صار من كوارد حقيقية من سلسة المكتبات دعني أقول إذن نحن خسرنا الكثير في هذه الحرب المستمرة وهذا العدوان المستمر على المحافظات الجنوبية إذا ما تحدثنا عن واقع المكتبات في قطع غزة والمراكز الثقافية هنا كيف يمكن أن نلوخص المشهد والخسارة التي لحقتني بالتأكيد دعني أقول لم تبقى ربما مكتبة لا مكتبة عامة ولا مكتبة خاصة ولا درنشرة موجودة في غزة عن القارطة أيضا أهم المراكز الكبرى كمركز رشاد الشوى الذي أيضا استهدف ودمر وأيضا هناك المكان الأماكن الأثرية الكبيرة سواء من بيت السقة اللي يزيد عمره 400 عام أو من قلعة برقوق أو من المسجد العمري أو من المتاحف والمؤسسات كمتحف الجرارة أيضا الذي كان مناسبه يوم 7 أكتوبر كان يتواجد وزير الثقافة الفلسطيني دكتوراتهم السيف لإطلاق فعليات يوم التراث وكان تنزل فلسطين هو من خلال هذه المنصة لإطلاق فعليات يوم التراث الفلسطيني أيضا التي تم استهدافه وأيضا دعني أقول ربما أكثر من 1450 حتى هذه اللحظة من خلال ما تعرض له تقرير وزارة الثقافة الفلسطينية الشهر الذي يصدر حول التقرير الأولي حول استهداف الكتاب والأدباء والأماكن الأثرية والتاريخية وغيرها هذه حصيلة دعني أقول لا يمكن أن نقول بأن هذا الاحتلال لا يكتفي بهذا الكبير من الاستهدافات للكتاب والأكاديميين وصحفيين وغيرهم أيضا هم أصحاب أقنام وأصحاب هم في سياق هذا المسجد الثقافي عندما يتم استهداف الأكاديمي والمدرس الجامعة واستهداف الصحفي واستهداف الشعر واستهداف الكتاب هو استهداف للرواية الفلسطينية وهذا هي احتدام والصراع مع الاحتلال حول الرواية ونحن كما تعلم في السينية الأخيرة في وزارة الثقافة نعمد على موضوع استنهاب الموروث على الثقافة الفلسطينية وخاصة ما كتب قبل النكبة دعنا نتوقف على هذه القضية في موضوع الكتابة وسنهاب الواقع الثقافي الفلسطيني والمطلوب اليوم من الكتاب والأدباء المثقفين العرب في إطار توثيق ما يحدث في فلسطين من استهداف لكل الفلسطيني بكل المكونات والمشهد الثقافي نعم هذا ما نس عليه في وزارة الثقافة الفلسطينية الآن وهو الثلاثة المقبل سيكون هناك إصدار السلسلة الأولى لكتاب يوميات الحرب التي كتبها الكتاب والأدباء من غزة من داخل الخيم من واقع يعني كان هناك رؤية وقدم لها الدكتور عاثم سيف الذي عاش أكثر من خمسة من نوم من هذه الحرب هنا وكتب يومياته وأصدر في هذه التسجيل لوقائي الحياة اليومية ربما يعني المفارقات أن ربما في سياق العمل الأدبي والكتابي دائما عملية التوثيق تأتي بعد الحدث دائما ولأك في فلسطين عمليا هو أثناء الحدث أصوات في زمن الحرب أصوات في زمن الحرب وهي الكتابة تحت يعني الكتابة خلف الخطوط خلف خطوط النار وعلى وقع النار وعلى وقع الاستهداف أن تجد هذا الكاتب الفلسطيني يكتب يوميات بأمل يعني أحد وستقرؤون ذلك أن أحد المخرجات السليميات اللي واته كتب في هذا السياق يعني هو الكتاب كتب فيه صحفيين فنانين شعراء روائيين كتاب قصة فبالتالي هي تتحدث يوميا وهي في داخل الخيمة أنها تصحى يوميا كأنها ذاهبة إلى العمل هذا شيء مهم جدا هي يعني أن شعب فلسطيني وهذا الشعب الولاد الشعب المعطاء يعني لا نتحدث بموضوع هي إنشاء ولكن هذا حقيقة واقعة دعني أقول في العام 1948 عندما كانت الخيمة بال48 انطلقت منها الدورة الفلسطينية وكانت هناك لجوء وفي العام 1967 كان هناك نزوح ولكن في العام 23-24 الخيمة هي خيمة بقاء ولا زال الشعب فلسطيني لم يغادر هذه الخيمة في دقيقة رسالتكم للمشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني هذه مهمة جدا أن تكون معرض القاهرة للدول الكتاب هي منصة لفضح جرائع هذا الاحتلال تكون منصة للكتاب والأدباء العرم الذين حقيقة يعني مشهليتهم بشكل عام من خلال ما أقرأ وما يكتب هي فلسطين حاضرة في خطاباتهم وفي كتاباتهم نشكرك جزيلا شكر الأستاذ السلام العطاري مدير عام الأداب في وزارة الثقافة رئيس اللجنة المنظمة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة من بيت للكتاب مساء الخير ضيف حلقتنا اليوم في برنامجنا بيت للكل الأكاديمي وأشاعر الدكتور علي أشلاح طبعا دكتورنا اليوم وضيفنا هو أشاعر وأكاديمي من العراق أحد الكتاب والمثقفين العراقيين ومطلع دائم على الأحداث الثقافية مش فقط بالعراق ولكن في الوطن العربي شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام إلى جانب مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء من العراق الحبيب بالإضافة طبعا لمشاركة العراق في المعرض بـ 30 دار نشر في إطار علاقة وطيدة ما بين مصر والعراق رئتي الثقافة العربية مرحب بأشاعر وأكاديمي دكتور علي أشلاح مصرح خير دكتور مصرح خير شكرا سيدتي دكتور علي بالتالي بنرحب بك أكيد وأنا حاخد من كلام أليكساندرا المصر والعراق رأتي الثقافة العربية فخليني أسأل عن مشاركتك وعن وجود هذا العدد الكبير من دور النشر موجودين في معرض القاهرة دولي للكتاب يعني ابتداء لابد من أن نقول أن معرض القاهرة دولي للكتاب لا يشبه أي معرض آخر بمعنى أنه لدينا مثلا في العراق في بغداد معرضان في البصرة في الموصل في النجف في بابل لكن العواصم العربية عمان الشارقة معرض القاهرة لديه صفة الجسر بمعنى أنك لا تأتين لمعرض القاهرة للكتاب لترى فقط دور النشر والمثقفين المصريين ترين حجا لكل المثقفين العرب إلى القاهرة فالذي يأتي لمعرض القاهرة للكتاب يعني من السهولة بمكان أن يرى كل المشهد الثقافي العربي موجودا في هذا الجسر المعرفي الذي تقيمه الهيئة المصرية للكتاب العلاقة العراقية المصرية قديمة ووطيدة خصوصا في الجانب الثقافي منذ بواكير النهضة الثقافية أول أسماء التي درست في جامعات العراقية من الأكاديمين العراقين كانوا فرجي جامعة القاهرة الأزهر ودار العلوم وأيضا الشعراء الكبار في البلدين يعني عبد المحسن الكاظمي جاء إلى مصر وصار أحد شعراءها وهو كان شاعرا بغداديا معروفا وشاعر الارتجال كما يسمى أحمد شوقي مثلا كان اسما معرفيا في بغداد مع الجواهري والرصافي والزهاوي وهذه النهضة المشتركة لأسميها لأننا في الثقافة العربية بغض النظر عن أي بعد سياسي الثقافة العربية ثقافة واحدة صحيح نحن جميعا أمة واحدة بلغة واحدة والمبدع لدينا بدل أن يتحدث إلى 30 مليون عراقي هو يتحدث إلى 300 مليون عربي وهذا كله بفضل الثقافة ومن هنا أنا ميال إلى أن الثقافة العربية جسد كبير له رئات متعددة يعني وربما تكون الثقافتان المصرية والعراقية من أبرز هذه الرئات ومن أكثرها تنفسا إذا كنا نقيس التنفس بالعدد صح لأن عدد المبدعين المصريين والعراقيين عدد كبير وربما المصريون والعراقيون لديهم سما أخرى وهو البعد الحضاري القديم طبعا أنك تتحدث عن بلاد الرافدين أتحدث عن واد النيل وهذه شواهق الأهرام وتلك الجنائن المعلقة في بابل وفي أور هذا كله يجعل العلاقة الثقافية العربية ككل والمصرية العراقية علاقة خاصة مميزة يعني مثل هذه المعارض التي تحدث في العديد من الدول العربية أكيد يمكن البلد وشعب البلد هو المستفيد الأكبر منها لأنه بيصير فيه حوار وتبادل أكيد ثقافي ما بين هذه الدول اللي زي ما تفضلت دكتور بتجمعهم ثقافة عربية واحدة فكل مرتقينا بهاي الثقافة العربية إحنا المستفيدين أكيد الأكبر يعني هذه المشاركة مش الأولى في معرض القاهرة الدولي أكيد مشاركات سابقة في سنوات سابقة ولكن كيف تشوف الاختلاف ما بين السنوات السابقة و2024؟ يعني هناك تطور يحصل بفعل العامل الزمني والتقني لو قسنا مثلا كميا عدد دور النشر وعدد الكتب داخل دار النشر الواحدة ستجدين أن العدد تضاعف يعني هذه السنة عن السنة الماضية عن السنة التي قبلها وهذا التضاعف نتحدث عنه ليس بزيادة عشرة لدى كل دار نشر وربما بزيادة مئتي كتاب لدى كل دار نشر أنا نتكلم بدقة من الحديث مع الزملاء الناشرين والأصدقاء المبدعين الذين لديهم دور نشر هناك حالة من ربما ليسميها التنفس الحر بالطباعة هناك طباعة جديدة وكثيرة وكثيفة في كل دور النشر العربية هنا لا تحدث عن بلد عربي بعينه كل دور النشر العربية التي تعرض الآن لو زرت أي دار نشر ستجدين أن ما أضيف خلال سنة يرغى إلى أن يصل إلى مئة كتاب على الأقل ناهيكي عن أن المعارف تنوعت يعني نحن يقال أننا أمة تفضل الأدب والشعر الرواية نافذة الشعر لدينا الآن هناك خصوصا السيدات الروايات ما شاء الله غزن الوسط الثقافي كله لكن أيضا هناك كتب في التقنيات الحديثة في العلوم في اللغات المتعددة أيضا حتى في ما يمكن تسميتها في العلوم المستحدثة المتعلقة بالأمراض النفسية والمتعلقة بالتقنيات والروبوت والأجهزة كلها تجديها موجودة ومترجمة وبلغتها الأساس أيضا بالإنجليزية طب حضرتك ذكرت شيء الآن يعني ونحن نتحدث عن الشعر ذكرت بأنه الروائيات العربيات ينافسنا على الرواية وهنا يمكن ده يعني في إطار الحديث كده برضه تعقيب سريع من حضرتك لماذا لم نرى شاعرات ينافسنا الشعراء العرب يعني الشعراء العرب من الذكور أكثر بكثير هل لأنه المرأة يعني هناك مناطق لا تستطيع البوح بها هناك أيضا جمال مرة قال يعني أعتقد الشعر الكبير نزار قباني بأنه المرأة ربما تستحي أن تكتب شعرا مفصلا يعني كيف ترهد؟ شوفي شافكي أقول لك الحقيقة أن درست في الدكتوراه المرأة شاعرة القصيدة النسوية العربية الحديثة فأتكلم بدقة عن هذا الموضوع النساء أكثروا جرأة من الرجال في الشعر شواعر العربيات أكثر جرأة من الرجال لقد نعم وأيضا يعني ربما أنت ذكرت النموذج الصارخ في القصيدة الذكورية اللي هو شاعر الكبير نزار قباني طبعا لأنه هو من ذكر هذا نعم لكن لو تأملت نصوص السيدات الشواعر ستجدين أنهن عبرنا عن المرأة بشكل ممتاز لكن الحديث عن العدد ولكن العدد أقل نعم هذا هو يعود إلى ثقافة العربية نفسية ثقافة ذكورية رغم أن المرأة تكتب في الرواية بمبتها الحرية طبعا هي الرواية لأنها ممتدة طويلة 200 صفحة مثلا تستطيعين أن تبوحي لكن الشعر هو لغة الاختصار والإيجاز ولذلك تشيري إشارة فقط في القصيدة على أن لا يعني هذا أنه لا توجد شاعرات عربيات مهمات وممتازات لهم لا هناك طبعا ولكن لا نظلم هذا لكن الشعر ككل يتعرض لما يمكن تسميته بانحسار جزئي دخلت الرواية بقوة لأن الرواية تسير مع الدراما الرواية ممكن تتحول إلى فيلم تلفزيوني وإلى دراما صحيح وهذه هي لغة العصر الآن الشعر ربما يهذي بالنفس يجعل الحياة أكثر جمالية يجمل العلاقات الإنسانية لكنه لا يستطيع أن يسير بشكل متوازي مع هذه الهبة الكبيرة في الدخول في التلفزيونات والفضائيات والدراما والمسرح هذا كله يعني يخرج من الجانب السردي وليس من الجانب الشعر الصورة أصبحت هلأ يمكن تحكمنا أكثر ولكن كمان أنا سعيدة بوجود يمكن هلأ الشعر عم نشوفه أيضا على شكل فيديوز يعني بطريقة جميلة يمكن وموسيقى وكمان السيدات أيضا السيدات من بلاد الشام اللي عم يقوموا بهذا هذا ممكن أن ينشر الشعر بشكل أكبر وكمان يعني في شيء لازم يعني المرأة في السابق لم تمل يعني قبل السيدة نازك الملائكة والسيدة فدوة طوقان لم تكن الشواعر يعني بارزات بهذا لأن المرأة اكتفت بفكرة أنها هي الممدوح هي القصيدة هي المتلقى صحيح هي القصيدة الشعراء يكتبون عنها صحيح يجلس في أبها ويتوافد الشعراء كما مع الخلفاء للحديث عن جمالياتها وهذا كان في الثقافة العربية سائدا لزمن طويل إلى أن ثارت المرأة على هذه الصورة في ثورة الشعر الحديث بسيدة نازك الملائكة وفدوة طوقان ولم يعباس عمارة وتطول القائمة أسماء كثيرة يعني من نتحدث عن معرض القاهرة الدولي احكي لنا شوي دكتور علي عن مشاركة العراق في معرض القاهرة الدولي يعني في هذه المشاركة هناك تنوع مهم يعني هناك زملاء شعراء وأيضا في السرد هناك عدد من الروائيين موجودين وأيضا هناك في الفكر في الجوانب الفكرية هناك ثنين من المفكرين العراقيين قدموا ندوات وربما من الجميل أيضا أن المعرض القاهرة جمع ثقافة العراقية بشقيها الذين يعيشون داخل الوطن أو الذين يعيشون في المهاجر الأوروبية كلهم أو عدد كبير منهم كان مدعوا لهذه الدورة وهذا يعني يحسن للمعرض أنها لم ترى بعين واحدة لأنك في العادة يعني تسهل عملية الاختيار من بغداد مثلا وتنتهي المشكلة لكن لأن الثقافة العراقية متعددة في كل دول العالم فتجدين روائيين قادمين من باريس ومن لندن ومن السويد وأيضا قادمين من بغداد ولذلك أنا أسميه هذا نجاح في قراءة الصورة لأن البلدان العربية التي لأسباب مختلفة تعدد وجودها في المهاجر لا أريد أن أقول للمنافي تحضر في المعرض بهذا التواشد وكأن الثقافة العراقية ثقافة واحدة لأنها فعلا ثقافة واحدة أكيد خليني نروح لمنطقة تانية يعني خلينا نقول أنه الكتب والشعر والروايات أصبحت الآن موجودة بشكل إلكتروني يعني كنا نتزين بها في المكتبة وتزين العقول أمامنا وتبقى يعني في صحبتنا طول الوقت يعني أنا شخصيا من الناس اللي مازالوا يقرؤون الكتب يعني لازم يكون الكتاب موجود جنبي رحة الورق رحة التلف رحة شكله والتفاعل مبيني ومبينه لكن خلينا برضو نقول بأنه المدنية أخذتنا جميعا وأحيانا تضطر أن تعيش إلكترونيا لفترة طويلة يعني هل ترى بأن هي أثرت على الكتب؟ يعني القراءة جزء منها طقس يعني أن تري الكتاب في الآيباد أو في التليفون غير أنك تشميه كما قالت سيدة ألكسندرا الكتاب يعني ليس فقط لدينا الآن لو مضيت في أي قطار من عاصمة أوروبية إلى مدينة أخرى ما زالت جلوس يقرؤون بكتاب ورقي وليس في الآيباد وهذا لديه عدة أسباب من بينها هو الاعتياد ومن بينها أيضا أن الناس يحسون بأن هناك استلاب جرى عبر هذه الإلكترونية وألغت كثير من الأدوار التي كانت جميلة لدى الإنسان ولذلك أنا شخصيا لم يحصل أني قرأت كتابا بطريقة الإلكترونية إلا كتبي التي أصححها للنشر مضطرا على التلاحم للأوراق لكن مستحيل أن أستمتع إلكترونيا أبدا أبدا لأنه هذه طقس وجماليات داخل النفس ولا تتوفر بالعبر الآلة نحن الآن في صراحة شافكي الآلة تحاول أن تخزونا طبعا وجزء أساسي منها أنها عندما تأخذ دور الكتاب ستأخذ جزء أساسي أيضا من دور المطبعة ومن دور الحوارات الثقافية وهي التليفون اختصر الرسائل ألغى فن كان العرب لديهم كأمة العرب واحدهم كان لديهم فن اسمه فن الرسائل هذا اختفى وفن الحط والخط يعني كلنا نحلم أنه يعني أحيانا دلوقتي بقيت تقول إيه لا اكتبري رسالة بخطك يعني ما زلت أستمتع بالخط أمامي أحس في حميمية أكتر من الكتابة الإلكترونية دائما الأمور التقليدية يمكن حتى تصير حواسنا أنا بقول الخمسة يعني بشكل كتير كبير من اللمس والرائح والنظر يمكن وبتميز الأشخاص المرسلين يمكن لها الشخص يعني دكتور حكيت شيء كتير مهم فيما يتعلق بأيضا دور النشر اللي ممكن الطريقة الإلكترونية الحديثة تؤثر عليهم ولكن إذا بنتحدث أيضا عن الأزمة الاقتصادية العالمية يعني إحنا منعرف أنه في أزمة اقتصادية عالمية يعني بتهدد العالم بشكل كبير أديش هذا أثر أيضا على موضوع دور النشر والكتاب التقليدي بحد ذاته لنكن صادقين من أول الضحايا هو الكتاب ودور النشر لأن ثمن الورق تضاعف نهيكي عن الطباعة والعملية ككل عملية مكلفة وبالتالي يعني دور النشر تعاني من عدم الإقبال على الشراء وهنا أنا دائما أقول ونحن نعمل في مهرجان بابل لدينا معرض كتاب أيضا نعمل بفكرة أننا نتحاور مع رؤساء الجامعات ليأتوا بالطلبة مدعومين للشراء حتى نعطي فرصة لدور النشر أن تتحرك لأن هذه الأزمة أثرت تأثيرا كبيرا والكتاب سيدتي ليس مجرد أنك تقرأين الكتاب هو ثقافة عامة ثقافة حتى بيتية البيت عندما تكون فيه مكتبة أنت تعطين درس للأولاد دون أن تقولي هو يتعود على الكتاب يتعود على رؤيته يتعود على احترامه ويتعود أيضا أن البيت الذي فيه مكتبة هو بيت مثقفين ليقول متعلمين ويعني أنا أشاهد بيوت لأصدقاء سادة وسيدات أشاهد أن لديهم الآن رغبة في أن يضيفوا مكتبات إلى البيوت لهم يحسون بأن هذه أصبحت منقصة في البيت أن يكون البيت بلا مكتبة وهذا أعتقد ينبغي العمل عليه نحن في الإعلام لدينا عدة وظائف من بينها أننا نسعى إلى أن نرتقي بالذوق العام وبالثقافة العامة وما دامت هناك موجة ليسميها قادمة من الغرب في تتعلق بحياة الشباب والشابات نحن ليس لدينا إلا الإعلام للحديث معهم والكتاب والرواية حتى نعود إلى جزء من الحوار الأول الرواية يمكن أن تهذب وتثقف أكثر من الشعر لماذا؟ لأنها تروي حياة سيدة كاملة حياة أين كفاءة أين نجحت لأنها مرآلة المجتمع كمانا نواية كتير نعم على اليوتيوب حلقات كتيرة فيها زي ريفيو أو بيرجعوا الكتب أو بيكلموا فهل ترى نقص أو اهتمام بالثقافة العربية رغم أنه الشباب عنده استعداد إيه النقطة اللي بتخلينا طول الوقت نلاقي الثقافة الغربية تتمسك أكثر وتسيطر أحيانا أكثر من الثقافة العربية الآن يعني نحن الآن في مرحلة التحول الغربيين كدول وكذائق اجتماعية في مرحلة استقرار ولذلك التغييرات التي تطرأ عليهم تأتي هادئة نحن نريد أن نسابق الزمن وهذه الثورة التقنية التكنولوجية ربما أثرت على الجيل الشباب لحضرتك تفضلت فيه لأنهم أكثر تأثرا لكن يعني أنا في هذين اليومين في القاهرة عندما أشاهد هذا الصف الطابور على رأيكم من الشباب ينتظرون كتاب هذا مهم طبعا ولذلك سيظل سؤالي الأهم أي نوع من الكتب يقرؤون صحيح هذه مسألة أخرى ينبغي أن نعمل عليها ولذلك أنا أدعو إلى أن تدعم بعض الكتب وتدعم الدولة العربية أي أن كانت بعض الكتب لأنها تثقف هؤلاء الشباب ولا غير بأن نبدأ بدعم كتب التراث التي تعلم الشباب صحيح اللغة العربية بطريقة مقربة وليست منفرة بكلمات معقدة يعني أنواع الكتب وإمكانية دعم الثقافة العربية كل هذا وأكثر سنعرفه من خلالها كدكتور علي ولكن سنذهب لفاصل قصير أكيد ونعود نتابع مع حضراتكم مرة تانية لقاءنا مع الكاتب والأستاذ الأكاديمي والشاعر دكتور علي الشلاح ونتابع حوارنا في الستوديو منوارنا السؤالي يعني طبعا نحن نتابع ما يحدث في فلسطين وما يحدث في قطاع غز والقضية الفلسطينية هي قضيتنا هي قضية العرب معرض الكتاب القادم في العراق بإذن الله في شهر فبراير هتكون دولة فلسطينية دولة الشرف فكلمنا عن هذه المشاركة في ظل الأوضاع القائمة في غزة يعني فلسطين هي ضيف شرف كل الفعاليات الثقافية في العراق هذا العام فلسطين ضيف شرف في معرض النجف الكتاب بسبوع القادم في معرض بغداد بعد أسبوعين في مهرجان المربد في البصرة بعد أسبوع وفي مهرجان بابل للثقافة العالمية كل الدورة عن الثقافة الفلسطينية الحالية وهذا الأخ فيكم هو هو رأيه سيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاعر السوداني هو صاحب هذه الرؤية لذلك أنا كنت أبحث في هذين اليومين لأنني مسؤول عن مهرجان بابل لكي نعرض مكتبة فلسطينية كاملة بمعنى أن نشتري من كل دور النشر كل ما صدر عن فلسطين بحيث أن الذي يأتي للمعرض يمكن أن يقتري من كل دور النشر ما يريد لكن هناك جناع خاص سيكون لفلسطين التاريخ والحضارة والإنسان والهوية وهذه القضية التي لا تشبهها قضية بغض النظر عن كوننا عرب قضية الفلسطينية يعني قضية إنسانية بالدرجة الأساس لا يجد إنسان سليم يتعاطف مع شخص يخرج إنسانا من بيته أو يقتل طفله ولذلك نحن الآن أو يقضي على تاريخه طبعا يسرق حتى الفلافل أنا عشت سنوات الموروث الثقافي بشكل كامل أنا عشت سنوات في زيورخ كان هناك مطعم يهودي يبيع الفلافل ويكتب المأكلات إسرائيلية صحيح ولذلك إذا كنا يعني البعض يتصور أننا بطرانين بين قوسين عندما نتحدث عن ضرورة التركيز على الثقافة الفلسطينية حتى على الدبكة وعلى الثوب الفلسطيني هذه كلها أسس ثقافية توثيق توثق الهوية وتؤكدها يعني هذه الأغاني الشعبية الفلسطينية هذه كلها دليل حياة والشعب والذي تفضلت به سيدة الأكسندرا نحن الآن ينبغي في كل فعالية عربية بغض النظر عن أي بعد سياسي نتحدث عن قضية الفلسطينية بوصفها قضيتنا كبشر يعني أي شعب آخر لو يتعرض لهذا الظلم ينبغي أن نقف معه فكيف إذا كانوا أهلنا يتعرضون لهذا والثقافة الفلسطينية ثقافة عظيمة لا تحدث عن درويش وسميع لا لا تحدث عن كل الثقافة الفلسطينية بالمناسبة حتى في الرواية الرواية الفلسطينية من أهم الروايات العربية يعني بدءا بجبرى إبراهيم جبرى والمتشائل إيلي حبيبي غسان كنفاني هذه روايات من مخاييس عالمية وليست من مخاييس محلية الثورة الفلسطينية عظمة الشعب الفلسطيني بأنه حول المأساة إلى إبداع متصل ومتعدد ومن هنا سترين في بغداد وفي كل العراق ويعني سترين أشياء مهمة للثقافة الفلسطينية هذا العام يعني دكتور لما نتحدث عن الموروس الثقافي العراقي وقلنا قديش الثقافة العراقية أثرت في الأدب العربي يعني حدثنا شوي عن تأثيرها وأيضا عن أهم الموروسات العراقية يعني ابتداء الثقافة العراقية هي جزء رئيس من الثقافة العربية وتشبه إلى حد كبير الثقافة في بلاد الشام في الأردن في سوريا في فلسطين في لبنان وأيضا في مصر وإن كان المزاج المصري في الإبداع مختلف لماذا؟ لأن الثقافة المصرية بدأت روائية يعني المصريين أبدعوا في الجانب الروائي أكثر من الجانب الشعري يعني لديهم شعراء كبار لكن في العدد نجيب محفوظ ويوسف الدريس وكل الأسماء الكبيرة المؤسسة جاءت من مصر من العراق جاءوا شعراء العراق بلد شعر سوريا بلاد الشام كانت ثنائية في الأمرين لكن الرواية المصرية يعني الآن أنت لا تحتاجين إلى أن تدرسي الحارة المصرية أنت تقرأين نجيب محفوظ فتعيشين في الحسين وفي السيدة وفي الغورية وأنا أحفظ تعيش تفاصيل أنا أدخل في شارع المعز وأقول للأصدقاء سأدخل رواية بين القصرهين صحيح وهذا جزء رئيسي في العراق نعم هناك الآن من السنوات سبعينات صعودا بدأت تظهر لدينا قصة قصيرة ورواية مهمة لكن ظل العراق بلد شعر والعراقيون أحيانا نحن نناقش في الإعلام لماذا لدينا لغة إعلامية في العراق رومانسية لأن غالبية الإعلاميين شعراء وهذه مشكلة زملنا أصلا أحمد شكري شاعر أصلا طيب يعني حضرتك وأنت تتحدث في هذا بيذكرني على فكرة نحن موجودين هنا في التلفزيون اسمه استوديو عشر حيث تقام كل الأعمال تصوير كانت الأعمال المختلفة الدرامية ومنها أيضا أعمال مقتبسة من الأدب زي ألف ليلا وليلا فألف ليلا وليلا يعني إذا كان في العراق طبعا قرأنا عنها كثيرا ولكن ألف ليلا وليلا باقت أسطورة موجودة دراميا الناس تعلقت بيها وبعدين بدأوا يقرؤون يعني أحيانا الدراما قد تأتي الآن أولا ثم يعود القارئ إذا أحب أو المشاهد إلى الكتاب ليأتأكد بقى من الأزمنة من تفاصيل مختلفة هذا العام في رمضان المقبل حيكون فيه تاني ألف ليلا وليلا هي مرتبطة جدا بالتقس المصري رغم أنها قصص كثيرة عربية مختلفة كيف تراها وأيضا المقارنة بين الأدب المصري والعراقي شوفي ألف ليلا وليلا ككتاب هو الكتاب العربي الأكثر شهرة عالميا صح صحيح وأثره في الأداب العالمية واضح صحيح يعني الأدب الفارسي والتركي كلها بدأت موازية لألف ليلا وليلا الأهم في ألف ليلا وليلا شافكي أن السيدة شهرزاد هي التي تكون العوالم وليس الرجل الرجل سياف أيوة لسا حول هو السيف كل الواقع لكن هي وهذا قليلا ما ينتبه له هي التي تروي القصة تخلق القصة تحرك الأشخاص ثم هي تتركه متشوقا لليوم الثاني أيوة أنا بكرة حتم هذا ينبغي اليوم يعني نحن صورتنا كعرب في أوروبا وفي العالم قادمة من ألف ليلا وليلا أيوة صح يعني صورت زملائي في الدكتوراه في جامعة بيرن في سويسرا كانوا يسألونني كم جارية لديك فأنا في البداية كنت أصدم بعدين تذكرت أن هؤلاء يدرسون في قسم الشرق الاستشراق ويعرفون ألف ليلا وليلا صح فأنا أقول لهم هذه ليست يعني من صالحكم لأن هذه تعكس فترة من الفترات لم تكونوا فيها موجودين في المعرفة يعني هذه بالأخير كتب يعني شهرزات لوحدها أنتجت عشرات الروايات الآن سيدة شافك تحدثت عن المسلسلات الدرامية صحيح كنت أتعالى أتعالى مع الموضوع الدرامية وأيضا نحتاج إلى فنانات يجذبنا الشباب يعني فنانات جميلات يعني لأن الجيل الجديد ينظر إلى أنه من زمن مختلف صحيح لا يمكن أن أأتي بما كان الحكواتي يجلس في مقهى في عمان أو في دمشق ويروي قصة يقرأ في ألف ليلة وليلة الآن لا يمكن أن تروها في ليلة وليلة هكذا ينبغي أن يكون دراما وأن تكون يعني شخصيات معالجة معالجة درامية هامة وأيضا المؤدين الفنانين ينبغي أن يكونوا مواهب كبيرة صحيح يعني إحنا منقول في ظل التطور اللي عم بسير لازم نستغله في صالح ترسيخ وجذب المطلقين الجدد للرواية والشعر ويمكن هذا نفس الشيء يجب أن نعمله بالشعر نحاول قدر الإمكان لو كان ممكن يتغنى حتى يقدر الواحد فعلا أن يفهمه ويعرفه بشكل أكبر دكتور نتحدث عن الدعم الدعم يمكن للثقافة العراقية كيف دعم الحكومة العراقية للثقافة والشعر والأدب بما فيه العراق بلد منتج في الثقافة العربية بشكل كبير حتى في السنوات التي كان هناك أحداث سياسية مربكة كان الحضور العراقي في الثقافة حضور جيد الآن لدينا دعم كبير يعني سأذكر أرقام في شبكة الإعلام العراقي اللي هي بديل وزارة الإعلام هناك للإنتاج الدرامي لرمضان هذا 9 مليار دينار يعني 8 مليون دولار ورئيس الوزراء سيد السوداني أضاف خمسة من ميزانية رئاسة الوزراء للإنتاج الدرامي لهذا العام وأيضا أعطى لاتحاد الأدباء 6 مليارات يعني 5 ملايين وأعطى لنقابة الفنانين الآن يسيع قدر الأسبوع القادم مهرجان السينما وقبل الأسبوع كان مهرجان المسرع بالتعاون مع الشارقة الشيخ سلطان القاسمي وإذن الآن أيضا أهم شيء في هذا الدعم أنه غير مشروط يعني قبل في الثمانينات كان يأتي دعم لكن كانت كل الأعمال باتجاه واحد إما باتجاه الحرب بروباقندا أو دعاية لشخص الآن لا لا أحد يسأل المهم أن هناك في العمل الدرامي هناك عدة هداف نحققها أولا الفنانين هؤلاء أيضا جزء من المشهد الثقائفة ومواطنين ينبغي أن يكون لديهم مصدر رزق يحفظ كرامتهم ويساعدهم على أن يطوروا أنفسهم المسألة الأخرى ينبغي أن يكون هناك كتاب كتاب محترمون ومحترفون وليس بالصدفة يكتب عمل وينتهي ثم الأخوة السوريون وحتى في الأردن أنا لاحظ هذه التجربة يلجأون إلى فكرة الورشة الكتابية يعني عدة كتاب مجموعة يكتبون مسلسلا واحدا وقد يغيرون في الحلقات أنه في كل حلقة موضوعة هذا أيضا يؤدي إلى تطوير الدراما هذا لا يحصل بدون دعم ولذلك يعني في سنوات الحرب على داعش أنا كنت أرئيس شبكة الأعلام العراقي كانت لدينا مشكلة كبيرة في الدراما لأن مبلغ تحول كله إلى الأعلام العسكري طبعا اعتمدنا على المنتج المحلي المنتج ينتج ماذا تصنع الدولة؟ تشتري العمل لكن المنتج المحلي لا يستطيع أن يدفع لعمل ما يقارب مليون دولار فيأتي هذا على حساب العمل الآن مع مبادرة سيد رئيس الوزراء هناك عدد يعني الآن تسع مسلسلات عراقية لأول مرة هذا لم يحصل منذ عشر سنوات نعم تسع مسلسلات الآن لا يوجد فنان عراقي في بيته وده شيء جيد كمان لأنه كمان المواطن العراقي لما يرجع يشوف نفسه في الدراما العراقية يعني طبعا كلنا نتبادل الفنون طبعا ولكن لو أنا عراقية وحشوف مشاكلي وحالي على الشاشة فهي تتحدث عني فلاها تأثير كبير جدا شافك نحن عايزين نتحدث معاكم أيضا بالدراما طبعا لما حضرتك تشوفي مسلسل عراقي بدل ما يجي دكتور علي يشرح لك ساعتين طبعا تتعرفي صحنا عانينا في هذه السنوات الأخيرة من قطيعة ما اختفت الدراما العراقية صح فلم يعرف أحد يعني بغداد عادت إلى الحضن العربي أو عاد الحضن العربي إلى بغداد بسبب خليجي 25 صح لما جاء العرب إلى البصرة دوه شو صح بما شاهدوه من تطور ومن حياة وديمقراطية يعني أنا شخصية يعني يمكن بيت للكل كبرنامج أتاح لينا وهي الحقيقة تجربة عربية محترمة جدا يعني يمكن بيت للكل من أوائل التجارب اللي قدرت أن هي تجمع المواطن العربي عراقي فلسطيني أردني مصري على شاشة واحدة ودي تجربة الحقيقة ثرية يعني إحنا كان لينا برضو روحنا العراق وأنا شهدت الحقيقة شارع المتنبي قبل التجديد وكنت حزينة جدا يعني كنا بنمشي في أجواء يعني حزينة أنه ده شارع المتنبي اللي كنت أقرأ عنه ولكن عدت بعدها بسنة وحضرت التجديد وصورنا في الشارع بعد أن تم تجديده فالحقيقة نحن نشهد هذه الحركة والتطور اللي بيحصل في العراق بشكل كبير كمان يعني المتنبي مش كل الناس كمان زريته ففرصة كان أنه الإعلام ينقل عودة هذا الشارع إلى قوته يعني نعم شوفي الشارع المتنبي هو يمثل هوية ثقافية عربية لماذا؟ لأن القاعدة عندما ضربت شارع المتنبي فجرت شارع عام 2007 كانت تريد أن تقتل الثقافة والتطور والمدنية والمثقفين صحيح فالإصرار على إعادة المتنبي بأبهى مما كان كان فكرة ممتازة ومهمة الآن حضرتك لا تحتاجين أن في بغداد أن تضعي موعدا مع الأدباء والفنانين أنت يمضي يوم الجمعة صباحا إلى المتنبي ستجدين كل المثقفين العراقيين موجودين وأيضا هذه رائحة بغداد التاريخية المتنبي والمتنبي أيضا كشاعر هو مثل فكرة برنامجكم بالمناسبة المتنبي ولد في الكوفة وعاش في مصر وفي حلب وفي بغداد وعشقة سورية أرى العراق قويل الليل خولة أخن سيف الدولة وهذه الفكرة فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة لماذا؟ لأنه في الثقافة العربية لا توجد حدود صحيح؟ يعني حضرتك تنظر حضرتك عراقي أليكسندرا أردنية أنا مصرية وأنتم موجودين في مصر يعني هذا ما نريده دائما أن تبقى الشعوب والمثقفين والأدباء دائما في حلقة اتصال واجتمعنا كثير وبتكتشفوا قديش بتجمعنا كثير من السمات المشتركة يمكن هلأ منفرق على بعض بس فقط باللكنة أو باللهجة زي ما بيقولوا ولكن بتجمعنا العديد من السمات لا نريد بالدراما نعلمكم المثنة العراقية شوفي وهذه ليست صعبة الأخوان الخليجيين هم يشبهون لهجة البصرة في الجنوب العراق صح وهم أصعب من لهجة بغداد مع ذلك عربيا الآن لما يتكلم الخليجي مفهوم لماذا بسبب الدراما؟ صح يعني حتى لما تختفي الحروف يي يأتي يجي يجي هما اللي يجيهم سويا ومع ذلك صارت مفهومة في المغرب العربي صارت مفهومة صحيح ولذلك أنا مع أن نستمر بالدراما ونعول عليها وصدقيني المصريين حاضرين في كل بيت عربي بالدراما سبب الدراما شكرا يعني احنا دائما بقول منذ الصغير نعرف كل الأماكن اللي موجودة في مصر من الدراما شمرة والعجوزة حتى اللحقة أنا كنت ألتقي بأصدقاء من المغرب العربي في أوروبا فلدينا خياران خيار الأول نتحدث مع بعض بالعربية الفصيحة وهذا صعب عليهم أو بالفرد نتحدث بالمصري نتحدث بالمصري لأنه أسهل ومفهوم وكل واحد يعني يحس بأن وفي شيء جميل كمان ثاني الأخوة المصريين عاشوا في العراق سنوات طويلة كانوا العراقيين لما يشوفون المصري بالشارع ينظروا لنيه بحب ويعاملوه على أنه حسين فهم يعني عاد الإمام صحيح بالله أنا حدث على فكرة يعني حصلت لي أنا مرة كنت بثور في المغرب العربي وبعدين دخلت أشتري حاجة يعني فلقيت البائع بيسألني عن عاد وأخبار عاد الإمام إيه يعني هو تصور بما أني أتحدث باللهجة المصرية فأنا لازم أكون يعني عاد الإمام بشوفه وأطمنه عليه فهذا شيفكي يعلمك أنه ذول الممثلين آه بيوصل ذول فنانين مهمين وذول قدوة في المجتمع ويتعلم منهم الجيل يعني الإنسان لما بيكون مرتاح ماديا ومقادر أنه يعيش ويأمن لما تعيشه الإبداع بشكل عام بيصير عنده أكبر راح تلبعه الأكيد ضرورية وخاصة يمكن للمبدعين أنا غيرت شوي لما قلت لي عشارع المتنبي وفعلا من الأمور اللي حاب أكيد أعملها إنه أزور بإذن الله على العراق ولكن دكتور يمكن أخيرا بدنا نسأل عن مهرجان باب الثقافات والفنون اللي حضرتك رئيسه حدثنا شوي عن هذا المهرجان يعني مهرجان باب الثقافات العالمية أنا من سنوات طويلة كنت أفكر يعني لماذا لا نعبر الحدود بما نمتلكه من خزين ثقافي عالمي يعني أنا كنت لما أسافر ويقرون في جوازي أني من مواليد باب الثقافات ينظرون إلي بدهشة وبعضهم يسألني هذه اللي في الكتاب المقدس بابل موجودة أقول له نعم هذه اللي في الكتاب المقدس بابل هذه مدينة عربية طبعا هم لأنه في الكتاب المقدس وفي العهد القديم يمضون إلى الجانب الآخر في التفكير بابل نحن أسسنا هذا المهرجان 2010 كانت القاعدة تضرب في بغداد وفي المحافظات العراقية استغل لنا كل صداقاتنا في العالم لإقناع عدد من المثقفين أن يأتوا إلى العراق إلى بابل وأسسنا مهرجان مختلف لأنه كان في مهرجان أيضا سابق اسمه بابل الدولي مخصص للغناء نحن أسسنا مهرجان مهرجانات بمعنى في الافتتاح وفي الختام وفي يوم آخر ثلاثة أيام هناك فعاليات موسيقية مختلفة لكن هذه الثمانية أيام موزعة هكذا ثلاثة أيام فيها مهرجان شعر هذا يبدأ في ساعة سابعة مساء في الخامسة مساء هناك ندوات مختلفة ربما مثلا هذا العام الدراما الفلسطينية والتغريبة الفلسطينية ستكون أحدى الندوات الرئيسية التي تأخذ ساعتين قبل الشعر لما ينتهي ثلاثة أيام الشعر يبدأ يومان للسرد عندما تنتهي بالليل مثلا هناك عروض للسينما العربية نختار ثلاثة أعمال مما أنتج حديثا وثلاثة مسرحيات عربية واحدة عراقية واثنان من العالم العربي وواحدة محلية من محافظة بابل حتى تحضر المدينة أيضا ثم المهرجان يفتتح طوال أيامي هناك معرض كتاب ومعرض تشكيل وفي كل دورة هناك موضوع عن معرض التشكيل يعني الدورة الماضية كانت المرأة فنانة المرأة تشكيلية عرضنا لكل السيدات التشكيليات العراقيات هناك أيضا حوارات في الثقافة العربية في مستقبلها وأيضا هناك ما يمكن أن تسميه أنت المعرض المختلف يعني مثلا هذه السنة سننجزه عن فلسطين في الدورات الماضية نخصص مكتب للتشكيل هذه المكتب كل ما فيها كل ما ظهر من كتب التشكيل في الخمسين سنة الأخيرة وعرضت طبعا تعرض مرة واحدة يعني الذي لديه اهتمام بالتشكيل أو يربي ذائق أيضا أن تشوفي حضرتك أن هناك حضور لفن تشكيلي ولكتب عن التشكيل هذا أيضا مهم لأنها تربية بصرية جمالية وأيضا نحن لا نتعامل فقط مع مثقفين عراقيين وعربي وجئنا بأسماء في الثقافة العالمية مرشحة لنوبل وقنعناهم في سنوات كان الدخول إلى العراق معضلة كان السفراء أداء بالنسبة لنا سفير الإيطالي يسأل الشاعر الإيطالي أروح للعراق قلوا لا فنحن نظل نقنع بهم بعقلية مختلفة نلجأ إلى مثقفين أوروبيين سبق أن حضروا ونقول لهم رجاء اتصلوا به اتصلوا وقولوا له ما هي الحقيقة لأنه كان الخبر عن العراق كله قتل وتفجير لا أحد يتصور هي الصورة المكررة الذين يريدون أن تبقى نعم خلينا نتفق الحقيقة الحديث مع حضرتك ممتعة جدا جدا ونحن نتحدث عن العراق العراق هي كنز كنز من الأدب والفن والثقافة وأنا سعيدة بكل هذه المهرجانات منذ سنتين الحقيقة يعني أعتقد العراق لا تنام بين الفن والثقافة والأدب كل التوفيق بإذن الله إلى بابل وربما يكون هناك بيت للكل في بابل فرصة جميلة أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الشلاه وإن شاء الله تنورنا دايما وتبقى بهذا الكنز يبقى الفكر هو والثقافة من يوثقون إلى دولنا وإلى ثقافتنا العربية أشكرك شكرا جزيلا نورتنا مشاهدين هذه الحلقة يعني هذه الحلقة ما بين الثقافة والفكر الموجود إذا كان ضيفنا هو من العراق ولكننا كلنا نتحدث بالثقافة العربية التي هي أصل كل شيء في وجدنا كعرب أشكركم شكرا جزيلا هذه هي حلقتنا في بيت للكل في أمان الله بإذن الله اشتركوا في القناة